السلام عليكم. النهاردة ان شاء الله نتكلم عن مستويات بس هي فاضة عام. المستويات الفاضة الخاصة ان شاء الله يقاليها فيديو تاني خاص بيه. طيب. احنا عندنا في الاسقاط احنا ممكن نكون او عموما يعني مش في الاسقاط يعني عموما المستوى ممكن نتكون من ايه من ثلاث نقط مش هلا استقامة واحدة. او مستقامين متقطعين او مستقامين متوازيين مسر. طيب. نفترض مسلا انا عندي مستوى زي الله بيض لانا رسمه ده كده ماشي. ادي مستوى هو موجود في الفراغ. تمام كده. المستوى ده عشان اقدم ان يمثله في الاسقاط عندنا. انا همثله. عن طريق مسلا اصارات بتوهم. يعني اياه الكلام ده. انسنا دول روboyنا ايه دولوات لما نحنا كدstكلم عن المستقيم وقالنا الاصر افك لمستقيم كان معناه ايه? كان معناها تقطع المستقيم مع المستوى الافك. تمام? هي نفس الكلام عندما يقول اصارات المستوى هيبقى تقطع المستوى مع المستوى الرقصي و المستوى ايه الافق. مسلا انا عندي المستوى الافق اللي هو بالاحمر ده ولمستوى الرقصي ده. طيب انا ادرقت عشان اقدر امسر المستوى ده عندي في الاسقاط. اما همسلها عن طريق مستقيمين مطقعين مسلا او المستقيمين المتوزين او ايه. او عن طريق الاسراد بتوع. طيب. الاسراد بتوع. هنقدر نعينها coisas? لو anhm a vengeance نشوف اسلا دلوقتي. عادي المستوى بتاعه. تمام. و عادي في مستوى الرأسي مساء. المستوىين دولت. ما لهم? بقى تقطع صح? هل تقطع في ايه? هل تقطع في خط. تمام كده? طب الخط بتاعي اللي هو بتاع التقطع ده يبقى شكل عامل زي مسلا. اهو اهو انا راحنا اجينا نشوفهمة بتقطع اهو. اهو المستوى и المستوى الرأسي بتقطع ايه? في الخط اللي اصفر ده. تمام كده? ونفس الكلام بين ايه? المستوى بتاعي وايه والمستوى ايه? الافق. هتقطع برضو ايه? في خط اللي اخضر بتاعي ده. تمام كده? تمام. طيب. هيا الفكرة دل وقت انا انا عايز ارسمهم. ارسمهم ازاي? دل وقت احنا لو جينا نبص كده منطقة البساطية. يعني انا لو خافينا بس المستوى ونسيبنا خطوط التقطع بتاعنا. بتاع نخفي المستوى ده كده. ها. دي الخطوط نرجينا عن التقطع المستوى مع ايه. الاصفر ده تقطع مستوى مع على المستوى الرأسي. تمام? واللغط تقطع لو انا اتقاط على المستوى مع ايه? مع المستوى الاقفقي. طيب. لو جينا نشوف كده. الخط اي خط في الدنيا عشان نرسمه محتاج عليك النقطة. محتاج عليه نقطتين على ايه. ا wheat challenge. طيب. النقطتين اللي انا ممكن ارسم بيهم مسلا الاصفر الرأسي. وايه النقطتين اللي ممكن ارسم بيه من الاصفر لسي الاصفر. لو جينا نشوف الاصفر الرأسي مسلا. خلينا بس نخفي كمان. لشان ما اشيه مشكلة. تمام? دلوقتي. الاسر الرقصي ده اللي هو باللاسفر ده. بش بيقطع محور زد. وبيقطع محور ايه? محور واي. طيب. محور زد هيقطعه في النقطة دي. ومحور واي ايه? هيقطعه في النقطة دي. طيب. والاسر الافقي هيقطع برضو محور واي في نفس النقطة? ولا لأ لازم يقطعها في نفس النقطة. يبقى الاسر الافقي القريق والاسر الرقصي هتقطع في ايه? في نفس النقطة على محور واي اللي احنا ما نسميه خط الارض. وادقاطع برضو ايه؟ محور اكس. طيب. احنا بقى جينا بنقول ايه؟ جينا هنقولك عشان. انا مسلا هديك مستوى عشان تمثله. هقول لك مسلا نقول لك مستوى الفة مسلا. تمام? مستوى الفة ده هديك اكس وواي وزد. طيب ايه الاكس وايه ويه وسذد? الاكس هي المسافة ديت. اللي هي المسافة اللي بيقطعها ايه? اللي بيقطعها ايكس اللي هو ده هيقطع الاسوار افك في نقطة اللي هي النقطة الخضرة دي المسافة بقى بتاعتي اللي هي دية اللي هي مسافة الزرقة دي دي اللي هي ايه دية مسافة اكس بتاعتي تمام كده? ونفس الكلام المسافة اللي هيقطعها الاسوار افك المحور واي هيقى برضو ايه لي مسافة واي مسافة لاقطعها الاسوار الرقصي مع محور راي هي هي نكون نفس مسافة مسافة واي ومسافة لاقطعها الاسوار الرقصي مع محور Z هي مسافة A مسافة Z طيب بيبقى انا لو اديتك X و Y و Z الاكس هتيجي بمنتهى البساطة هنا كده والى لكم مسلا اديتك X باربعة و Y باثنين و Z بثلاثة تمام كده يبقى معناها كده اللي هو الاصر الافقة هيقطع محور X في مسافة X بساوي كام بساوي اربعة وهيقطع محور Y في مسافة بساوي كام بساوي اتنين تمام كده يبقى انا لو رسمت نقطة على مسافة 2. ادي جبت كده الاي بيسوي 2 ومسافة 4. يعني محور اكس كده جبت ايه? مسافة 4. ومحور زد بيقطعه مسافة كم مسافة 3. لو انا وصلت الواي بال اكس هيبقى انا كده ايه? رسمت الايه? الاسر الافك. لو وصلت الواي بالز انا رسمت ايه? الاسر الرأسي. زي ما احنا شايفين هناكده. الاسر الافقي هو الخط الوصل بين ايه? بين الجزء المقطوع بمحور واي وبين ايه? محور اكس. والاسر الرأسي جزء المقطوع بمحور زد ومحور ايه? محور واي. تمام كده? يبقى احنا كده عارفنا فهمنا ليه? احنا بنرسم الاسرات. لما انا اضعك اكس واي وزد اللي بنرسمها بالشكل ده ولي بنوصل اكس بالواي بنوصل واي بالزد. هي جات عن طريق كده. تمام كده? طيب احنا بنرسم بس الجزء الايه? احنا بنرسم الجزء الموجب. يعني هنا انا هرسم الجزء اللي هو اللي هو الجزء اللي قدام ده الجزء اللي الورا ده انا مش هرسم انا هرسم بس ايه الجزء اللي اخدر قدام ده والخط اللي اصفر انا هرسم برضو جزء الايه اللي فوق ده تمام طيب هتفرق معي بقى هو قطع في في جزء موجبه وجزء سلب يعني يعني اللي تحت ده كده اللي انا برضو خفيت ده كده تمام هو قطع هنا ادي الاصهر الرقصي اللي هو الاصفر اصهر افك اللي هو ايه اللي اخضر اللي انا برضو خفيت المستويات بتوعين اهو هنا الاسهر افقي قطع محور اكس في مسافة ايه في مسافة سالب وقطع محور وي في مسافة موجة فرقة ما عيف حاجة عادي هرسم انا هكيب النقطة اللي هي نقطة دي تمام اللي هي النقطة ديت وقوم وصلها بالنقطة اللي هي النقطة اللي على محور اكس يعني اهو قوم وصلها بنقطة على محور وي وهرسم ايه هم اديهم ببعض بس ايه هرسم بس الجزء اللي قدام ده الجزء الوراق ايه باش هارسمه? نفسي كان من نسبة الاسر رأسي. يعني هنا يعني مسلا لو انا كان عندي هول اكس كان بنجدف فور مسلا. انا رسمت او دي خدت نقطة عن مسافة فور انشان اكس بنجدف فارسم لفوق. الواي باثنين والزد بثلاتة. انا هنا هارسم الاسر اوصل ايه? هوصل الواي اللي هي اتنين بال اكس مينس اربعة. لما انا وصل النقطة دي. النقطة دي. هوصلها من النقطة اللي فوق دي. انا رسمت الخط بتاعي كده امتده كده على استقامته شوية. اللي فوق ده هو ايه? كان الجزء السليب من اللي اللي هو اللي فوق ده كان الجزء السليب من تي وان. رتحت لجزء ايه? الموجب. والتي توي رسامته حtrans u. خالص. وانا احنا بس بنرسم ايه. انا بنرسم بس الجزء ايه الموجب. بس انت بت我不知道 ايه اللي ده مستقيم بقي ممتد ايه لفوقه. والتي تو برضه مستقيم ممتد ايه لتحت عedsię تمام كده. بس احنا مجرد ايه تعرف بس احنا بنشركون بس ايه جزء الموجب بتاعك بس انت تعارف عادي خالص لو بيقى فيه عادي جزء صدف فيه جزء موجب عادي فيه طيب ده اللي هو كان ازاي اقدر سم من مستقيم ايه عن طريق الاصرات بتوى تمام كده طيب لو جينا نشوف كده الاصرات التي لقيت لدي يعني الاصر اللي هو الاصر القفق اللي هو تي الاخدر ده اللي هو تي وان ده فالأصر هو الأفقي هو ي lovers근فن في المستوى القفقي ويبقى هو يعتبر مستقيم jouer فالأصول هو أصول المستقيم مع المستقيم وهنا lk ومنع التقاطع المستقيم مع المستقيم الافقي ويت физ的 ويت possible للمستقيمز وهذا lkd permanence t1 يكون ما determinea t1 alem وهذا T1 مستقيم حقيقي تمام كده? لكن اللي انا اسمه ده كده ده اعتبر الإشداء القفقي الرقصي ده الإشداء القفقي للT1 بس مما أن T1 وهو الشكل الحقيقي بتاعي وهو كان المستقيم اللاغدر لهنا ده ومسكاته القفقي ما لهم وهو T1 بتاعي ده إنه المسكاته القفقي ما لهم سيبقوا مطبقون علي بعض فعشان كده احنا بنكتب عليه ايه ليس من قول ده تي ون داش وكلامنا كلها. انا منقول ده تي ون. بس انت تتبقى عارف برضو ايه. اللي تي ون داش ما لوقفين? التي ون داش ايه? منطبق عليه. تمام. بس عشان هو منطبق عليه. ف احنا بنكتب ايه? تي ون. يبقى انا لو حبيته اجيب تي ون دابل داش. شيء طبيعي كده. اي نقطة واععة في المستوى القفو كما قدها الرأس هي واععة فين? هي على خط الارض. يبقى تا بل داش هي بقى وايه ع ford. بس طبعا مش منكتب كل كلام ده احنا اهنا امتع ايه حارفين وفاهمين الكلام ده كله من غير ما ايه من غير ما نكتبه. بس انت لازم تقن انت تفهمها وعارفها كويس جدا. عشان بعد كده قدام لما اجا قللك نقطة وايه على الاصر الافك. مثلا تبقى انت تفههمestonstatic. اللي مسكتها الراس هي ايه عن خط الارض. وماسكتها الافك وايه على الاصر الافك وبرضو هكذا باللسبة لإيه للتي تو ده برضو احنا عارفين اصل الرأسي هيطلع منطبق على المسقط الرأسي بس ما نكتب ايه تي تو مش بنكتب التي تو دابل داش بس احنا فاهمين اللي ده ايه ده مسقط رأسي وفي نفس الوقت هيبقى كده خط الارض محل هندسي لإيه للتي تو داش تمام كده يبقى انا اهمي لانت انت فاهمي التي وان ده مستقيم حقيقي والتي تو ايه مستقيم حقيقي التي وان ده مستقيم افقي والتي تو ايه ده مستقيم واجه تمام كده ده تي وان بيقع في المستقيم الافقي ده بيقع في اين في المستوى الواجهي التي وان مسقطر افقي منطبق عليه ومسقطر رأسي فين على خط الارض التي تو مسقطر الرأسي منطبق عليه ومسقطر افقي فين على خط الارض تمام كده طيب في طريقة تانية اللي انا ممكن ارسم بها المستوى بأثاراته بس من غير ما ديك احدثيات اه في طريقة تانية. اللي هي ايه? اللي هي لو انا مسلاً كان عندي تي وان و تي تو بالشكل ده. قال لك الزاوية اللي بيصناها تي وان او الزاو اللي بيصناها بين خط الارض وبين تي وان دي بيسميها الف. تمام كده? وتتقاسف عنه اتجاه زا اللي اتجاه له 나 رأس منه ده كده. ده بنسميه اتجاه ايه? مع قرب الساعة. طيب الزاوية اللي بتصناها خط الارض مع تي تو. ده بيسميها زاوية بيتا. ودي بن ايه? ده بتتأسفين في عكس ايه اتجاه هقارب الساعة تمام يبقى انا لو اديتك مثلا مستوى بالشكل ده مثلا مية وسبعتاشر طبعا هيقى مكتوبة ديجري بس انا مكتبتهاش نسيت معلش واثنين ومية اربعة وعشرين درجة تمام كده هترسمها ازاي عادي خالص هاجعلن خط الارض واقس مسافة ايه مسافة اتنين تمام كده وبعد كده انا عرض اسم الاسعر الافقه يبقى بيصنحها مع الخط الارض كام مية وسبعتاشر بقاف عند النقطة اتنين وايس كام مية وسبعتاشر مع خط الارض ورسم ايه التي وان وهكذا بالنسبة ل ايه التي تو تمام كده يبقى انا دي طرقتين انا ممكن ارسم فيهم ايه الاثرات بتوان تمام كده طيب لو انا ده انا الديتالك بشكل مباشر ومرسمتها بطرقة مباشرة تمام طيب لو احنا اجينا هنا انا عندي مستقيمين في المستوى اللي هو بخط الازرق ده الخط الازرق ده تعام وعين في المستوى بتاعي بالشكل ده كده اهدي خطين مباشر معين فيه وعين في المستوى تمام كده طبعا لو هم مش متقطعين مستحين ان يقع네وا في مستوى واحد تعام طيب المستقيمينرهم متقطعين دولت اللي هم اللي لا لسه علي مطاعة جهة دول انا قتلك لو انا ما ديك مسلا دي دك مستقمين متقطعين قلت لك مستقمين دولت وقعين في مستوى 1 انت اصلا ممكن تعرف انين ازا هموا وقعين في مستوى 1 او لأ منتهى البساطة لو انت جيت تشوف نقطة التقاطع لو وقع نفس خط التناظر انت بقى للمستقمين دولت ايه في عنا متقطعين وقعين فيين في مستوى 1 طب انا لو جيت قلت لك ارسمني الاصارات بتاعت المستوى ده من المستقمين اللي من دهم لك دولت تقدر تجيبها ازاي بمنتهى البساطة ونحن رجعنا فوق كده لما احنا جئنا نقول 8T1 و 8T2 ما احنا اتفقنا للT1 اللي هو الخط الأخضر ده اتفقنا ده تقاطع المستوى مع المستوى الأفقي يعني ايه؟ يعني لو في أي مستقيم مهما كان كان واقع في المستوى اللي بيض ده تمام؟ لو واقع في المستوى اللي بيض ده لما يجي يتقاطع مع المستوى الأفقي لأنه رسمه بالأحمر ده لازم يتقاطع فين؟ لازم يتقاطع الخط التقاطع اللي بينهم صح؟ لازم يتقاطع الخط التقاطع بالمستوى اللي بيض ومستوى الأفقي اللي هو هي اوقع فين؟ هي اوقع على ايه؟ على الأسر الأفقي للمستوى يبقى معنى الكلام ده لو انا كنت مديك مستقيم في المستقيم كده وقع في المستوى وجه يتقاطع مع المستوى الأفقي يبقى لازم هتقاطع فين؟ تمام هلازم تقاطع فين على الاسر الافقي للمستقيم للمستوى اسف زي ما احنا شايفين كده هون قاعد الخط الازرق بتاعه لما اجيه تقاطع مع المستقيم الافقي هتقاطع مع فين الخط اللي اخدر هو كان ايه لو كان تي وان تمام كده طيب اصلا تقاطع المستقيم مع الاسر مع المستقيم الافقي ده كنا بنسمي ايه تمام بنسميه الاسر الافقي للمستقيم واحنا كنا عارفين ازاي بنعينه قبل كده طيب حلو اوي طيب يبقى انا عشان ارسم كان السؤال الاساس ايه اللي انا ازاي ارسم الاسرات بتاعي من المستقيم المتقطعين طيب الاسرات دي اتبش مستقيمات عادية خالص طيب عشان ارسم مستقيم ما احتاج كم نقطة نقطتين طيب اول نقطة اقدر اجيبها ازاي اللي انا اقدر اجيب الاسر الافقي للمستقيم تمام كده يبقى انا كده جبت اول نقطة وعلى T1 تمام كده طيب ولو جبت الاصر الوفق ولمستقيم التاني يبقى انا برده جبت النقطة تانية وعلى بين وعلى الخط اللاخ در ده يبقى انا كده جبت النقطتين لو وصلت بينهم انا كده ابتكليه ايه ils T1 وهكذا بالنسبة لايه لل T2 ها هذه الفكرة يبقى هذه الفكرة اللي انا اقدر جيب الاصر الوفق ولمستقيم ليه علشان هو اوائع 100% trilatur هو T1 ولو جبت الاسر الرأسي المستقيم هي واقعة فين برضو هي بقى واقعة على الخط الاصفر اللي هو ايه اللي هو التيتو. تمام كده زي ما احنا شايفين كده. تمام? طبعا الشكل ده في الفراغ احنا نتعلم كايه كاسقاط. طيب ازاي بقى ادي المستقيمين اهو. لو انا جيت في الاول خالص. جيت حبيت اجيب الاسر لأفق اللي كله مستقيمة عندي. ادي الامة هو كنا مدرغات استقامته. خط مقطع خط الارض. وارسل خط التناظر وغط مقطع الامة داش. جبت اول نقطتين. وهكذا بالنسبة لايه? بالنسبة المستقيم ان. مديت وجبت تاني نقطة. هوصل بينهم. كده رسمت ايه? كده رسمت التي وان. هوصل بينهم طبعا همدرغات فين? همدرغات خط الارض. طيب احنا لسه قيلين من شوية. لانا لو انا جيت استنتجي التيتو. لازم التيتو والتي وان يتقاطع فين? لازم يتقاطع في نقطة واحدة فين على خط الارض. يبقى انا لما اجي ارسم التيتو في الخطوات اللي احنا نشوفها دلوقتي. لو انا جيت رسمتها والقيته بش بتقاطع مع التيتو مع تي وان اسف على خط الارض. يبقى هو كده في حاجة غلط. طيب تعالوا كم. طيب انا هعمل ايه? هجيب التيتو. همد الام داش على استقامته غط مقطع خط الارض. وهرسم خط التناظر غط مقطع الايه? الام ده داش وهكزا بالن داش همده. هرسم خط التناظر وبعد كده هغط مقطع الان دابل داش. جبتوا نقطتين اللي هم الخضر دول. تمام? نقطتين للخضر دول لما اجي اوصل بينهم يبقى انا كده رسمت ايه? اللي هو الخط ده. لان كده رسمت ايه? رسمتي التيتو. طبعا همده على استقامته هرسم جزء المجفق. تمام كده? يبقى انا لما امده على استقامته. تمام? يبقى ده ايه? اهو. لقيته فين? اهو. تقاطع لي فين? ناسف. تقاطع بالزبط مع تي وان فين? على الخط الارض. انا ده تيتو عندي اهو? وده ايه? وده تي وان. طبعا ايه? انا بكتفي بس اللي انا برسم ايه? برسم الجزء الموجة. يعني ممكن تكتفي ممكن تمسح الجزء اللي تحت اده كده. عشان ما حصرش لغبطة بس. تمام كده? تمام. طبعا. يبقى احنا كده عارفنا ازاي قدر سنتج اثارات. عن طريق ايه? مستقامين ما تقطعين في المستوى عندي. مستوى عندي ممكن تهمنا بعد كده قدام يعني كل الكلام اللي احنا بنقوله في الفيديو ده ده مفاتيح حالي لك قدام يعني. تمام? طيب. طبعا لو جينا نشوف بعد كده. لو انا حبيت العب معيك بقى. لو انا ادتك مستقيم في المستوى. تمام? يعني انا بديك مستوى. تي وان و تي تو. و ادتك مستقيم ايه? مستقيم اللي يكون اسمه ان. و ادتك ماسكت واحد. ادتك هتلم ماسكت التاني. بتعرف تجيبها? اه عارف اجيبها بسهولة. ازاي? من نفس الفكه اللي هسألنا فوق. ماذا احنا تعلينا الاسر الافقي للمستقيمة؟. لازم ترا ماها wasted في المستوى اللي انا مدهولة ده. يبقى لازم الاسر الافقي المستقيم هي وعلى الاسر الافقي للمستوى? والاسر الاسر الى الاسر الافقي المستقيم. هي وعلى الاسر اensor ي PRESIDENT الايه للمستوى. احنا جينا حتى نش��세요 كشكل فراغه. تمام ادت المستقيم بتاني. بنستعيل Lilyهة اساسا يعني. سنأكد على لا Crep. تمام? ادت المستقيم هو. لما يجي اتقاطع مع المستوى الافك هتقاطع مع فين? هتقاطع مع على الاصر الافك. ونفس الكلام ايه? لما يجي اتقاطع مستوى الرأسي هتقاطع مع فين? على الاصر الرأسي. طيب. بس احنا بنتعامل كاي برضو? احنا بنتعامل كاي? كاسقاط. بشكل سري دي. طيب. نوجد نخفي كده. المستوى بتاعي. طيب. تمام? ايه دي اهو? ايه دي المستقيم بتاعي هو مستقيم الازرق ده. تمام? ده اللي احتفقنا هيجي اتقاطع مع مستوى الافك واتقاطع مع فين? على التي وان? واتقاطع مع فين? في المستوى الرأسي على التي تو. طيب. انا لو احبت بقى اجيب المسكة الناقص. يعني انا مسلا لو انا اديتك في المسألة. خلينا بس نخفي كمان. مستوى ين دوت عشان ما حصلوش لغبطة. طيب. دلوقتي. ادي المستقيم بتاعي هو كان مستقيم الازرق. تمام? والاصرات التي وان كان المستقيم من الاخدر. والمستقيم من الاصفر. ده كان تي تو. طب انا لو اديتك في المسألة المسكة الافك بس للمستقيم. تمام? اللي هو السيان ده. اللي هو اللابني ده. اديتك المسكة الافك بس. بترك استنتيج المسكة الرقصي. تعف تجيبها ازاي? ممتقى البساطة. احنا قلنا الاصر الافك للمستقيم هيقع فين? الاصر الافك للمستقيم. وهكذا بالنسبة للرقصي. طيب. احنا عشان كنا نجيب. احنا بشكل احنا شايفينه ده. لو انا النقطة دي. ده بيتمثل ايه? دي بيتمثل الاصر الافك للمستقيم. مسكتها الرقصي هيبقى واقع فين? هيبقى واقع على خط الارض. صح هلقى? طيب مسكتها الرقصي ده هيبقى واقع فين? لازم يقع برضو عن مسكة الرقصي للمستقيم بتاعك. يبقى دي اول نقطة عندي. يبقى انا جبت المسكة الرقصي للاصر الافك بتاعي. كده جبت لايه? جبت اول نقطة. طيب تاني نقطة. تاني نقطة اللي هي كانت الاصر الرقصي. طيب الاصر الرقصي كنت بجيبه ازاي? اللي هو تقاطع المستقات الرقصي مع خط الارض. جاب لي نقطة. ده كان كده ايه? التيتو داش. لما ارسم خط التنازل. تمام كده? لازم يقطع لي ايه? لازم يقطع لي المسكت الرقصي. زي ما احنا كنا منشوف ايه? في الاصرات عادي بتاع المستقيمة. لسه ما قلتش اي كلام جديد. طيب هي ايه بقى الفكرة عندي? هي الفكرة عندي لو انا حبيتك اطبق الكلام ده هنا. يعني مسلا انا هقول خلاص هجيب الاصر للافك للمستقيم. هجيب الاصر الرقص المستقيم. طيب عشان اجيب الاصر القفقي كنا نعمل ما? كنت بمد الان دبل داش على استقامته. صح كده? كنت اجيب تي وان دبل داش. بعد كده بارس مخطوة اجيب ان اقتصد لم ايatan لين داش? ؛ مقطع لين داشbu انا عندي الان داش اساسا ما عندي ش. بس انا عندي حاجة تانية مهمة ايه هي? انا عارف ايه? انا عارف اللي تي وان اسمول محلة هندسة لانضيار لايه للتي وان داش. وعارف을 تي توسمول محل عندس لايه للT2 وعارف ان خط الارض هذا محل عندسلا للT1Wшие والT2 داش ترجيه كلام ده منين المنتهى البساطة المستقيم الأسر الأفقي هيقع الأسر الأفقي لمستوى طب تمام جميل وهذه T1 وهذه A وهذه T2 وهذه T1 الداشق منطق طيب مفروض تT1W واعفين ع Val T1 دابل داش T1W stay هنفط عفين على T1 دابل داش طب فين T1 دابل داش اساسا زي ما احنا كنا قايلين فوق كده كنا قايلين ان الخط الارض ده T1 دابل داش وفي نفس الوقت ايه T2 داش يبقى انا متوقع كده هنا T1 دابل داش هيقع فين هيقع على خط الارض وهي نفس الكلام ده محل هندس الاصر الرقصي للمستقيم اللي هو T2 دابل داش طب T2 داش هتقع فين على خط الارض برضو عشان ده محل هندس الايه عشان خط الارض محل هندس للT2 داش اسمول ايه T2 دابل داش طيب يبقى انا هنا لما ارسم وامده استقامته كده اجيبت T1 دابل داش اجيبي T1 داش ازاي بقى ارسم خط وتوازل رغط مقطع ايه بقى رغط مقطع T1 تمام كده طب انا كده اجيبت اول نقطة طب تاني نقطة تاني نقطة اللي انا هجيب الاصر الرأسل المستقيم طب كنت باجيب الاصر الرأسل المستقيم ازاي لو انا كنا عندي الان داش كنت بمضيها راسل قامته بعد كده ارسم خط التناوزل طب انا ما عنديش يبقى انا هجيبها بايه بالراجعة بالراجعة ازاي انا عارف للT2 دابل داش وقع فين على الان دابل داش وعارف للT2 دابل داش كابتل وقع فين على تي تو يبقى انا هنا لو قطعت محلين هندسندوهم مع بعض يجيب اجيبت ايه? تيتو دابل داش. طب انا جبت تيتو دابل داش. انا عارف اللي تيتو داش وقع فين. تمام? وقع على خط الارضي. انا رسامة خط تناظر يبقى انا جبت لكده ايه? التيتو داش. اوصل بينهم. بقى انا كده جبت الايه? المسقط الوفقي. المستقيم. تمام? طبعا قدام انت ممكن بعد كده لما اعرف ازاي تعاين المسقط نقص لنقطة في المستوى ممكن تاخد نقطتان على المستقيم. وتعاين منهم المسقط النقص. بس دي ايه? طريقة اطول شوية. تمام? بلاس للطريقة دا دي دي لسه هنتكلم عليها قدام يعني عشان ديه تقى مفتاح لحل اساسا انت ازاي تجيب مسقط نقص لنقطة يعني تمام? فانت لازم انت افاهمها كويس. تمام كده? يبقى اللي احنا اتكلمنا فيه عاري. كل ما احنا نتكلم فيه الغد دلوقتي. اللي انا معي T1 small و T2 small ده تبقى وانا محل هندس الايه? لحاجات معينة. ديت اللي انا بشتغل عليه. تمام كده? طيب. لو كده نشوف بهدي كده. لو انا عندي. لو انا عندي مستقيم فوضع خاص واقع في المستوى. يعني ايه فوضع خاص? يعني مسلا كان مستقيم واجه بالشكل ده. يعني كان عندي المستقيم الازرق ده. ده ما له? مستقيم واجه. يعني ايه? يعني بيوازي ايه? بيوازي المستوى الرقصي ازا ما احنا شايفين كده. طيب. المستقيم الواجه ده لما يقواقع في المستوى هي بقى مميز فيه? المميز فيه ان المستقيم الواجه ده عبر على المستقيم بيوازي المستوى الرقصي. طيب. لو في مستقيم تاني في المستوى اللي انا باتكلم عليه ده. المستوى اللي انا باتكلم عليه ده. لو في مستقيم تاني واقع فيه. والمستقيم ده كان بيوازي المستوى الرأسي. او واقع في المستوى الرأسي. كان لازم علاقة ابن المستقيم الازرق. كان لازم يوزيه. طب ايه اللي انا ممكن ايه اللي انا بتكلم عليه ده كده. انا بتكلم كده عن الاصر الرأسي. ليه? من المستوى. ادي المستوى بتاعه. بش كان الاصر الرأسي من المستوى بتاعي. كان ماله. كان عبارة عن خط واقع فين? في المستوى الرأسي. تمام? يعني كده مستوى ايه? مستقيم ايه? واجه. بس وعفين في مستوى الرأسي يبقى لازم الاصر الرأسي ده اللي هو الخط الاصفر ده ماله لازم يطلع موازل ايه لازم يطلع موازل ايه للخط الازرق اللي انا رسمه تمام يعني قادي الخط الازرق اهو لما اجا شوفه هو الخط الاصفر لازم يطلعه ايه لازم يطلعه متوازين زي ما احنا شايفين كده تمام ده شيء منطقي لانه هم هو مستحيل لا تقطعوا وطلع ما قاعد في مستوى الرأسي ده لازم ايه لازم يتوازل طب لما اقل فيه مستقمين متوازين يبقى لازم اسقطهم ايه كمان لازم اسقطهم تتوازي طب تمام يبقى احنا لو جينا نشوف مسقطهم هادي هادي الخط الازرق خط الاصفر ما لهم متوازين تمام يبقى لازم المسقط الرأسي هيوازي ايه المسقط الرأسي وحنا انتفقنا المسقط الرأسي اللي تي تو كان ماله منطبق عليه يبقى يطلعه ايه متوازين طيب والمسقط الافقي اللي هو كان خط السيان ده كان ماله هادي موازل ايه هادي موازل خط الارض اللي هو منطبق عليه ايه منطبق عليه تي تو ايه تي تو داش تمام كده طيب يبقى احنا استفادنا دلوقتي لما اقع في من مستقيم فاضع خاص Westminster. هو اقع في المستوى اسواء كان بمستقيم وجهي كان لازم ماسقطه اه? كان لازم ماسقطه الرأس주ط المزيقة يطلع موازل من ماسقط الرأس لتي2. ماسقط القفigan يطلع موازل اي? من ماسقط اي Billie? الافق rotating تي2. هي نفس الكلام عندك المستقيم افق يبقى لازم المزيقة الافقها هوازي ايه? والماسقط الرأس ليما له هوازي ايه? هوازي خط الارض. تمام كده? طب دلوقتي. ايه اللي انا ممكن استفاد بيه من الكلام ده كله? طب انا كان ممكن ما اقولش الكلام ده وكان ايقا ممطوق اللي معروف في الكلام ده. لانا ممكن استفاد بيه. حاجة مهمة قوي. تعالوا نشوفها كده. لو انا مسلا كنت مديك مسقط واحد بس. يعني جيت مسلا قلت لك مستقيم واجه واقع في المستوى اللي بتكلم عليه ده. تمام? وايه? ومديك مسقط ايه? مسقط الرقصي بس بتاعه. لو بالخط الموف ده. وترك استنتاج علم Freak� use 3 لل microphones. طب هاتفاهنا علشان استنتاج المستقيم مؤع في المستوى. هاستنتاجه ازاي? زاي ما نحن لسه ا snareها من شوي. الاصر افك للمستقيم ه rég الاصر افك للمستوى و machine هعرف الاصر الراصي ΜView金 where we мі? الاصر الراصي.isperingلي المستوى. طب ايه انا اصلا ugh. انا هيكون عندي اصر افك واصر راسي. لا. انا هيكون عندي اصر فقط. ليه باش عندي اصر راسي? علشان هو اصلا بيوازي المستوى راس يبقى مستحيل اتقاطع معي طيب النقطة اللي انا كنت اقول لهم شوية اللي انا بقول لك انت ممكن قدامي يعني ما تعرف ازاي انت هتستنتج مسكة نقطة والكلام ده وتاخد نقطتين واش عارف تجيب مساقطهم وبعد كده توصل بينهم تجيب مسكة ناقص لمستقيم تقدر تجيب مسكة ناقص طيب دلوقتي انت هنا اصلا لسه اصلا متعرفش ازاي هتستنتج مسكة ناقص لنقطة اللي هو اصلا الكلام اللي انا بقوله دلوقتي ده انت هتعرف منه ازاي هتستنتج مسكة ناقص لنقطة يبقى انت لازم كانت تعرف ايه انت كان لازم تافهم كويس موضوع الاسهر اف كلام مستقيم وقع على الاسهر اف كلام مستوى لو كان وقع ايه لو كان وقع في المستوى لا باتكلم عليه ده وهكذا بالنسبة لايه لاصهر الرأس يبقى لازم دي انت فهم قويس جدا يبقى احنا لو جئنا نشوف كده احنا لو جئنا نشوف ده محل هندسل محل هندسل تي وان داش تمام احنا اتفعنا تي وان سمول هي او حال هندس تي وان كابت عليه بقى ماسكات القفق يقوم ماسكات القفق بتاع ايه تي وان كابت ايه ماسكات الرقصي يقوم ايه ماسكات الرقصي بتاع ايه تي وان كابت طيب والخط الماجينتا ده هو كده ده ماسكات الرقصي اساسها لمستقيم يبقى ايه ماسكات رقصي لأي اي نقطة وقعليه تعم كده طيب. يبقى احنا لو انا جيت. قلت لك انا هنا مقدميش اصلا نستنتج غير ايه غير تي وان اساسا. ما فيش تي تو. طب تعالوا نستنتج تي وان كون نستنتجها ازاي. طيب مدر خط. طيب مدر خط على استقام درغات مقطع خط الارض. كده جبت الايه? كده جبت تي وان دابل داش. صحكة? طيب انا عاوز اجيب تي وان داش ولا تي وان داش. انا عاوز اجيب ايه? اتجاه. طيب. طيب دلوقتي انا بحتاج نقطة تانية عشان اقدر ارسم المستقيم او ايه? او اتجاه. يبقى دي الميزة للمستقيم وفضل خاص. انا عارف اتجاهه ولا باش عارف اتجاهه? انا عارف اتجاهه لو ايه موازي الخط الارض. يبقى انا لو رسمته موازي الخط الارض يبقى انا جبت الايه? جبت المسكة الناقص كده. تمام كده? يبقى هو كأنه عمل ايه اخر. كأنه عمل ايه? كأنه رسم موازي للتي2. صح كده? مش انا كيones رسمت موازي للتي2 والغ struggled with مقطع ايه? خط الارض. و بعد كده عملت ايه? عمودي على خط الارض. و بعد كده رسمت ايه? موازي يخط الارض. تمام? اللي هذه ده بسمعة موازي عمودي موازي تب��. لو انا كنتمديك العكس لانك كنتمديك المسكت الفك بناش مديك المسكت الرقصي. كنت تعمل ايه? تعالوا نشوفها مسلا على المستقيم الافك. المستقيم الافك مسلا. هنا انا عنديhoon. لا انا عندي تي تو بس. طيب. هنا انا كنت امدrosك مايه? ماسكت أنه 처ة الرأسي من مستقيم الافك ده. ده هو كان مايهه? موازن خط الارض. وتتركر سنتج لهيته? ماسكت التاني. كان هيعمل ايه? انا اعوز استنتج. ايه? الايه? تي تو داش. اللي هيوا وهي فين? عالخط الارض. طبعا انا اقدر اجيب التي تو داش الاول. ولا اقدر اجيب ня pertama zig zSS i ssd2g&. عشان انا عندي ايه? انا عندي شرط هو واندي شرط ثاني هو. يبلما انا امد الاثنين وقطعهم اما بعد كده جبت لايه. 탬��2dash. طيب T2dash ايضا اقعبين. وعها الخط الارض رسمت خط عمودي جبت لايه للت histogram. بعد كده ارسم خط موازي ايه للT1. يبلما هو هنا كاين الناس عمر برده ايه? موازة عمودي موازي. رسم مواز Rich Lab Fook بعد كده قطع B2 بعد كده نزل عمودي عند خط الارض بعد كده رسم موازة عليه للتي وان. يبقى انت سواء عملت مواازي وعمودي وموازي. على حسب الحال معك يعني سواء انت كان معك مسقط ايه وعس تستنتج الماسقط الناز بتاعك ايه. تمام كده. طيب اذا دي اللي اسمها ايه. دي اللي اسمها موازة وعمودي وموازي. بس انت تكون فيهمتها جات من ايه. ودي اللي انت تقدر استغلالها بعد كده عشان تستنتج ايه. عشان تستنتج النقطة بتاعتك. يعني احنا لو انا جت عندك. تعينا نشوفها في 3D. تمام? يعني وجينا نشوفها في 3D. انا عندي. وليكم نقطة الزرقة بتاعتي. نقطة دي ما لها? واقع فين? واقع في المستوى. بس انا هنا بديك ايه? انا بديك المسقط ايه? طبعا مش عنا احنا نتكلم دهاتك الشكل 3D. بس طبعا في الاسقاط انا بكنامك عن ايه? عما ساقط ايه? انا بديك ما سقاط ايه. بديك المسقط الايف? اليان نقطة داية. الي هيها نقطة الزرقة بتاعتي دي. واقع فين? واقع في المستوى الايفك. تمام? واقع فين? واقع فين? واقع فين? واقع فين? واقع في المستوى الحبيض? لاب خذما بكلم علي ده. واقع ستنتجي للمسقطة ناصي بتاع. يبقى انا هنا لو انا تخيلت. ان النقطة بتاعتني في الفراغ كده. لو انا تخيلت يعني. ان فيه مستقيم ماله. مستقيم وجهي بيمر بيه تمام طبعا احنا في عدد لانهائي في المستقيمات بتمر فين في المستوى انا اتخيلت اللي فيه من المستقيمات داية في مستقيم وجهي هيمر بيه تمام مستقيم وجهي كده ايه بيمر ايه بيمر بالمقطة بتاعتي تمام كده تخيلت اللي فيه مستقيم وجهي هيمر بيه ها استفد إلا ليه ليه انا هتخيل حكا زي كده عشان خلاص عارف لو انا معي مستقيم في وضع خاص واقع في مستوى انا عارف ازاي هادر استنتج المسكة النقص بتاعي تمام يبقى انا لو انا جيت هنا في المسكة القفق ورسمت خط بيوازي خط الارض بيمر بالنقطة بتاعتي يبقى انا كده كايني رسمت ايه كايني رسمت مستقيم وجهي بيمر بايه بالنقطة بتاعتي ليه لان انا عارف ماسكة القفق ما دو هيبقى بيوازي ايه بوازي خط الارض طيب يبقى انا لو انا تخيلت اللي هنا ادي هو النقطة بتاعتي تخيلت اللي فيه مستقيم وجه هيمر بيه لما مستقيم وجهي هيمر بالنقطة دي يبقى لازم ماسكة الرأس هي ايه هي وازي تيتو يبقى مسكوطة الرأس فعلا ايه وازي تيتو تمام طيب بشي احنا يستعرفين ازاي قدر استنتج مسكوطة الناقص لمستقيم فقدر خاص كنا بنعمل ايه كايني بقول لك موازي لتيتو بعد كده عمودي لغاية مقطاع تي وان بعد كده ايه موازي لايه لخط الارض بعد كده خلاص انا جبت المسكوطة الناقص وبقي ان النقطة ده يتوقع على المستقيم يبقى لازم مسكوطة التانية وعافين على المستقيم ايه خط التناظر عادي تبك هتفرق في حاجة لو انا كنت دخلت مستوى افكي لا اعادي خالص هرسم مستقيم هنا هيوازي خط الارض الاور بعد كده اقطاع تي تو بعد كده خط عمودي على خط الارض بعد كده موازي لايه لتي وان هنسر ايه خط التناظر يعني انا حطي هنا اياس لك المسافة دي تراتلي كام اكس ادي وان بوينت فايف تو وهنا تراتلي كام فعلا وان بوينت فايف تو عشان اقول لك اللي هو ايه مفيش ايه مفيش فارق بينه يبقى انا دلوقتي لو انا اطلتك نقطة وقع في مستوى فضع عام بتقدر تستنتج المسقط النقص بتاعي اه قادر تنتج ازاي اللي هي الموازي ايه عمودي وموازي اللي هو جات من ايه الموازي عمودي وموازي اللي هو ايه مستقيم فضاء خاص بيمر ايه بالنقطة بتاعتي احنا لو احنا رجعنا فوق هنا كده وجيت جيت اقلت لك مسقط نقص للمستقيم وقلت لك سنتجل المسقط التاني كاموك تاخد ايه ают najشوائيين على مسقط ده وشيب ايه مسقطهم تحت وتوصل بينهم كده جبت المسقط التاني طبعا دي هتقع طريق اطول ليه عشان انتجاب نقطة وما زي عمودي ومعزي بعد كده هتجيب مسقطها بعد كده نقطة تانية مواز عمودي ومعزي وجيب مسقطها بعد كده توصل بينهم طبعا دي طريقه ايه الاطول بشديد طريقه ايه كمان بشديد طريقه مباشرة اللي احنا كنا احنا بالعكس احنا انتجين الطريقة ديت من ايه? من اللي هو مسكة الناص للمستقيم اساسي. تمام? بس طبعا خليت بداية او خليت بدي ايه? صح طبعا. تمام? بس طبعا لازم تفاهم ايه? موضوع الاسرات ده. طيب. احنا دلوقتي من التكلم نقطة وقع عادي في اي جزء فين في المستوى? تمام? يعني النقطة بتاعتي كانت الزرقة ديت وقع فين في اي جزء في المستوى عندي. تمام كده? طيب. لو كنت النقطة ديت. خاطتي اللي هي لأ وقع في مكان مميز او كان المميز اللي وقع فيه. مرة مثلا كاتوا lastsين? كاتواقع لي هنا. هنا فيهين? واقي لي هنا? في المسكة ايه? في المستوى ايه? في المستوى الافكي الايه? في المستوى الافكي واعلي في في المستوى كمان تمام يبقى النقطة بتاعتي كانت وقع فين وقع في المستوى الافقي وقع فين في المستوى بالشكل ده طيب لما كن نقطة وقع في المستوى الافقي وقع في المستوى كمان يبقى كانها وقع فين وقع على الخط التقطع اللي بينهم صح طيب لما النقطة وقع على الخط التقطع اللي بينهم يأكد كانها وقع فين كانها وقع على ايه على تي وان يبقى لما كن نقطة وقع تي وان يقول هو كان مستقيم الافقي وقع في الوفقي. يبقى لازم مسقطة الوفقي بتاع النقطة هيقع فين هيقع تيوان ومسقطة الرأس هيقع فين هيقع على الخط الارض. تمام كده? يبقى زي ما احنا شايفين كده. النقطة بتاعتي ديت هيقى لازم مسقطة هيقع فين. لازم مسقطة هيقع على خط الارض. تمام كده? طب انا لو كنت اديتها لك بالعكس. يبقى لو النقطة بتاعتي ديت. النقطة دي. كنت انا مديك مسقطة الرأسي. مش مديك مسقطة الوفقي. ومسقطة الرأسي لقيت وقع فين? على خط الارض. يبقى لازم مسقطة الوفقي. اوتوماتيك كده تفهم هيقع فين? هيقع على ايه? على تي وان. ليه اصلا يعني انا وجدنا حابين نشوفها اصلا كالوجيك يعني. النقطة ديت وا tracked على خط الارض. لهما محل هندسة ايه? محل هندسة تي وان دابل داش. ومحل هندسة ايه? ليه تي two دابل داش. طبعا English . طيب لما اقول لك مسقطة رأسي. واقع على خط الارض. يبقى انا كده بنكلم عن الدابل داش. والخط الارض واع على ايه كمان. واقع عليه ايه؟ التي وان دبل داش. يبقى النقطة دي واع على المستقيم بتاعي. يبقى لازم مسقطة الوفقي. وعفين عن مسقطة theوفقي. تمام يعني هجل نشوفها كاسقاط ادي مثلا نقطة ايه ايه ديت ام ديك ايه مسقط رأسي واعفين على الخط الارض يبقى لازم مسقطها الافكوية واعفين زي ما احنا شوفنا هيوقع على التي وان تمام كده يبقى ده ايه يبقى ده الا داش تمام كده طب لو كانت دي داش كانت نقطة واعع على تي وان يبقى لازم ايه مسقطها الرأسي واعفين على خط الارض تمام كده تبقى النقطة دي ايه دي طب لو كان العكس بي داش واعع على الخط الارض لازم بي دابل داش واعفين هيوقع هيوقع على تيتو تمام كده طيب لو نقطة كان مسقطها الرأسي واعع على تيتو يبقى لازم مسقطها الافكوية واعفين هيوقع على خط الارض منجل ما تحتاج تعمل ايه موازي همودي موازي بس نركز او ايه اللي واعع على الخط الارض يعني ما تجيش مسلا ايه دابل داش واعلي هنا تمام اللي ايه داش فوق يعني نركز تمام كده طيب يبقى ده لو كانت ايه النقطة بتاعتي واعف حتة مميزة يعني في المستويه طبعا احنا موضوع المستويات في وضع خاصة لي فيديو الواحد يعني طبعا لما في مستويات في وضع خاص النقط ممكن تستنتجها على طول يعني على حسب المستويه بتاعك وضع عامل ازاي طيب احنا كنا شايفين فوق لو انا عايز استنتج ماسكة ناقص لمستقيم من اثارات تمام طب لو انا كنت مديك اصلا مستقيمين يعني مديك مستقيم ولياكن مستقيم اللاحمر ده ومستقيم ايه ومستقيم البوني اللاباني يا اسف مستقيمين دول ديك ماسكتهم ايه الرأسية والايه والقفقية تركوا مستقيمين دول بيقعوا فين في مستويه طبعا لازم تخطي النقط تقطع بينهم ايه على خط واحد جيت قلت لك في مستقيم ثالث اسمه ال 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 ده بيقع معفو نامس في مستويه وثالث استنتج لال ال داش طب استنتجوا اه طبعا بسيط لياه انا مستقيم نقطة عشان نستنتجر مستقيم نقطة ايه طب ايه نقطة ان ان بد forge استنتجرون اول نقطة مش بش لازم لو مستقيمين دولات متقطعين اي مستقيم الممتقطعين لازم ماسكتهم تقطع ايه تقطع في نفس ال نقطة طب ايه انا جيت قلتلك ال ال ده ال ال ده جيت قلتلك مالومر للا ال ال ده بيقع مع الام والانn في مستويه يبقى نؤpt تقطع مع ال 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 مع ايم لازم مسكتها القفق يقع فين يقع على الام صح دي شيء بدي وهنا تقطع ال ال مع ال ال ماسكتها ال الاسمه ايدا مسكتها القفق يقع فين هيقع برضو على ايه على ال ال والنقطتين دولة تلازم يقع فين على ال ال يبقى انا استفدت من موضوع اللي انا عارف طالما في مستقمين واعين في مستوى واحد لازم يقع ايه يعني متوازين ايه يعني متقطعين تمام وانا هنا عندي كان المستقمين ما لهم ال ال والام كانوا متقطعين وال ال والن كانوا ايه متقطعين يبقى نقطة تقاط لازم ايه متقع ايه منطبق ايه فوق ايه فوق ايه فوق ايه وتحت يبقى ده ايه مسكت مقص في مستقيم ايه مع مستوى بس المستعدة كنت ممثله بايه? ممثله ومستقمين ايه? منتقطعين. تمام كده? سهل جدا ونفعش اي حاجة. طيب. لو انا جيت قلت لك ماسك اتناقص لنقطة. فمديك ايه? مستقمين. منتقطعين. واللي يكون النقطة هنا كده. واللي يكون النقطة دي اسمها. ايه مسلا دابل داش. ماشي. طيب. وجيت قلت لك مسلا ايه? خلا بس اللون مميز. جيت الترك استنتج للإي داش. وترك الإي دات وقع مع الام والان في ايه? في مستقى واحد. احنا كنا بنعمل ايه? لو انا كنت مديك اصرات كنت عامل موازي عمودي وموازي. طيب هنا اصلا في اصرات عشنا عامل موازي عمودي وموازي? لا. طيب. اصلا جاء موازي مع عمودي وموازي جات قلت من اللي انا كنت واجه بمستقيم فعضة خاص بيمر بالنقطة وبعد كده ايه استغلت اللي انا اقدر استنتج لماسكت ناصل المستقيم ده واقدر ايه? ارسم خط نظر عطول. طيب. هنا انا ممكن اعمل نفس الفكر. بس انا محتاج اصلا مستقيم فعضة خاص? لا. انا محتاج عادي مستقيم اي مستقيم. يعني انا حتى لو انا جبت النفس المستقيم اللي كان فوق ده. امررته. اي مستقيم. مش فارق معي. بس هم ايه? المهم اللي هو اتقطع مع ايه? مع الان و ايه? والان. ارسموا بقى مستقيم فعضة عام. مستقيم فعضة خاص ايه? مش فارق. تمام كده? انا رسمت المستقيم بتاعي هنزل تحت. عادي خالص لانا كنت لسه بعمله فوق. اجيب ايه? اجيب المسكة ناصل ايه? المستقيم ده. خلاص جبت المسكة ناقص. هنزل بعد كده ايه? خط ايه? خط التنازل بتاعي. انا جبت كده ايه? جبت المسكة ناصل النقطة بتاعتي. ومنتهى ايه? ومنتهى البصل. طبعا كل الكلام ده. دي افكار. دي دي افكار الحاجات بعد كده انت تستغلها. هتلاقي نفسك زيه مسلا في مستقيمات الشاملية زي احنا شوفنا كده. لما احنا كنا منكاوم مستقيم مستوى. كنا ساعت منكاوم مستوى من مستقيم القطعين. بعد كده ما ايجيش عرف ايجيبت اقاطع مستوى مع مستوى تاني وهكزا. او كان عندي مستقيمة في اضاء خاص. شفت انا باستغل لما يكون مستقيمة في اضاء خاص باستغل لانا ممكن استفاد منه في ايه? والكلام ده كل. تمام كده وشوفنا ازاي نجيبت اقاطع مستقيم مع مستوى والكلام ده. تمام? فمهم او اللي انت تعرف ايه? تعرف كل الكلام ده كل. تمام? الفيديو الجاة ان شاء الله يبقى ازاي ايه? المستقيمة ايه? اللي هو فضاء خاص. و ايه ازاي انا ممكن استفاد منه والحاجات المميزة فيه والكلام ده كل. تمام كده? ايش وشكرا لكم.